نعم الرشقة الأخيرة المنطلقة من جنوب لبنان يبدو بأنها كانت رشقة كبيرة لأنه لم يتم اعتراض معظم الصواريخ التي انطلقت نحو صفد ومحيطها في الجليل الأعلى نتحدث عن مناطق واسعة اندلعت الحرائق فيها إثر سقوط عشرين صاروخا وفق الإعلام الإسرائيلي حتى هذه اللحظة وهذه المناطق بمحيط صفد أيضا في محيط قاعدة أليفاليت وأيضا بما يتعلق بهذه المنطقة هناك ثمانية تواقم إطفاء الآن تعمل في سفوح جبال صفد على إخماد الحرائق وروش بينا إثر إطلاق هذه الصواريخ أيضا يعني هيئة أو سلطة الإطفاء الإسرائيلية تقول بأنها تعمل على هذه الحرائق لأنها حرائق كبيرة خشية أن تمتد إلى البلدات المجاورة طبقا طبعا لهذه الصواريخ وأيضا لحرارة الطاقس ما يساعد إلى امتدادها إلى البلدات المجاورة أي أنه منذ الصباح حتى هذه اللحظة كان هناك رشقات صاروخية من حزب الله أيضا استهدفت صبيحة هذا اليوم حسب الإعلام الإسرائيلي أيضا قاعدة رماد دافيد وهي القاعدة التي استهدفت مرارا وتكرارا خلال الأيام الأخيرة وهي القاعدة أيضا المهمة بالنسبة لاتخاذ القرارات وكل ما إلى ذلك حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يقر بهذا الموضوع وأيضا لم يتبين إذا كان اشتعل حريكا أو تضررت حتى هذه القاعدة إثر سقوط صواريخ محاذية لهذه القاعدة نتحدث البارحة فقط عن 180 صاروخا أطلق من جنوب لبنان نحو جميع مناطق الجليل نتحدث عن الجليل الأعلى الأدنى الأوسط أيضا الجليل الغربي وأيضا إصبع الجليل والجولان المحتل ومرش ابن عامر نتحدث عن مناطق شاسعة جدا تم استهدافها البارحة وهذه وطيرة الآن متصاعدة في اليومين الأخيرين من الرشقات الصاروخية المنطلقة من جنوب لبنان نحو الشمال الإسرائيلي بعد أن كانت قد انخفضت خلال الأيام الأخيرة الآن تتصاعد هذه الوطيرة بكثرة نتحدث عن صافرات اندار لا تتوقف منذ الصباح دوت ثلاث مرات بعدد من المناطق وهي الصفارات متلاحقة والآن نتحدث عن اندلاع حرائق بما يتعلق أيضا بهذا الموضوع والوتيرة العالية هي في خضم نية الجيش لتوسعة عملياتها البرية في لبنان أو جنوبي لبنان لذلك استدعى لواءين آخرين إلى جانب الألوية التي تشارك بالمعارك في الجنوب اللبناني وهذا بغية توسيع هذا الموضوع ورأينا أيضا التصريح الذي أدل به وزير الجيش جلانت بأنه يريد تنظيف كل هذه المناطق المتاخمة للحدود من المعدات العسكري ولكن بمقابل هذا الحديث عن توسيع العمليات العسكرية ماذا عن تصريحات هوكشتاين الأخيرة والتي يقول فيها أن الولايات المتحدة لم تعطي إسرائيل الضوء الأخضر فيما يتعلق بالعمليات البرية في لبنان نعم هذا غريب هذا التصريح غريب جدا نقلته القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة لم تعطي الضوء الأخضر للعمليات العسكرية في لبنان على الرغم من أن كان هناك مكالمة هاتفية ما بعد توسعة العملية العسكرية في لبنان ما بين جلانت وما بين الويد أوستين وقد أقر الإعلام الإسرائيلي بأن هذه المكالمة ناقشت العملية العسكرية البرية في لبنان وكان هناك إذن من الأمريكي بهذا الموضوع وأيضا بما يتعلق بهذا الموضوع كان الإعلام الإسرائيلي وأيضا التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تقول بأن هناك تنصيق وهناك إعلام أو إبلاغ من الجانب الإسرائيلي لأمريكا وهناك تعاون بطبيعة الحال بما يتعلق بهذا الموضوع لأن أمريكا قالت بأنها ستحمي إسرائيل وهي سوف تعمل على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وحفظ الأمن وإعادة السكان إلى منازلهم الآن هوركشتاين يقول بأنه لا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا بتسوية سياسية لإعادة السكان إلى منازلهم يبدو بأن هناك تناقض بالتصريحات الأمريكية وأيضا التصريحات السياسية بما يتعلق بهذا الموضوع يمكن أن يكون هناك خديعة من قبل الجانب الأمريكي ويمكن أن يكون هناك أيضا عمل منفرد إسرائيلي لأنه في اليومين الأخيرين كان قد عرج الإعلام الإسرائيلي على خشية أمريكا بما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران بأن تكون به بعمل منفرد لأنها هي قامت بهذا الموضوع بعدد من المواقف السابقة لعلها تقصد هنا العملية العسكرية في لبنان ولكن الواضح والبين لدينا حتى هذه اللحظة أن هوركشتاين يقول بأنه لا ضوء أخضر أمريكي وأيضا الإعلام الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية تقول بأنها أبلغت الأمريكي بما يتعلق بهذه العملية العسكرية وهو كان موافقا على عملية محدودة في الجنوب اللبناني ماذا عن التنصيق وتصريحات كذلك فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران؟ نعم بما يتعلق بهذا الموضوع أيضا قالت القناة الثالث عشر الإسرائيلية بأن إسرائيل سوف ترد ردا قاسيا على إيران مما يؤدي إلى ضربات وهجمات متبادلة خلال الأيام القادمة أو خلال الفترة القادمة ولكن إسرائيل بطبيعة الحال هي تريد أن تتجنب رد إيراني أو هجمات إيرانية خلال عيد الغفران وهو بطبيعة الحال في السابع من أكتوبر وهو طبعا يتزامن مع الذكرى السنوية لأعملية طفان الأقصى لذلك هي تريد أن تتجنب هذا الموضوع وأيضا المسؤولين الإسرائيليين يقولون بأنه على الرغم من أن اجتماعات الكابينات كانت تتعلق بمناقشة الرد الإسرائيلي على إيران وكيفية هذا الرد وماهيته وماذا يمكن أن يهاجموا إلا أن الوزراء في الكابينات كانوا قد حرضوا على أنه يجب أن تضرب إسرائيل العمق الإيراني وأيضا المنشآت النووية الإيرانية لتجبئ الثمن من نظام آية الله أي أن هناك تحريض من قبل الوزراء ولكن بالمقابل هناك أيضا تماشي إسرائيلي مع الرغبة الأمريكية لأن أمريكا الآن تضغط نحو عدم الانسلاق إلى حرب شاملة ومفتوحة وهذا ما تعمل عليه لأنها على عتبة الانتخابات الأمريكية وأيضا هي ليست بصدد هذا الموضوع في المنطقة الآن خلال الفترة القادمة يعني نحن نتحدث عن سنة على هذه الحرب وهناك استنزاف للجانب الإسرائيلي من ناحية من ناحية أخرى المنطقة غير محتملة لهذا الموضوع بوجهة النظر الأمريكية وأيضا المصالح الأمريكية ليست بصدد هذا الموضوع لذلك يمكن أن يكون هناك رد محدود من قبل الإسرائيليين على إيران بما يتعلق أيضا بهذا الموضوع يعني هناك استنزاف للجيش الإسرائيلي من جهة والذخيرة الإسرائيلية من جهة ومن جهة أخرى الرغبة الأمريكية بهذا الموضوع ولكن نحن لا نعول على عقلية نيتانياهو نيتانياهو حتى هذه اللحظة الكثير من القرارات الفردية اتخذها خلال هذه الحرب ولكن التقديرات تقول بأن الرد يمكن أن يكون محدود لا يتطرق إلى المنشآت النووية والنفطية الإيرانية أشكرك من تل أبيب عليك حكروش مراسلات الغد